المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات العربية المتحدة ينتخب بالإجماع سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيساً للدولة خالفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية الجمعة عن عمر 73 عاماً انتخاب الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة جاء خلال اجتماع للمجلس عقد السبت في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك تفعيل للمادة الحادية والخمسين من الدستور الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان عبر بالمناسبة عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات